اللي كان لفت للنظر بشكل قريب جداً هو من ساعة ما نورتنا وداخل وإحنا وقفين بنتكلم أنا وإنت وصدقنا المشترك مصطفى الشفيق وحاجات زي كده هادي وجاد وصوت رخيم ونبرة عميقة وما إلى ذلك فلما باجي باخد الشخصية الحقيقية وحاول أبص على الشخصات هنا بقى نتقدمت كوميديا سيبك بقى من أدور الجد أنا باعتقد أن دي حاجة في منتهى صعوبة وكمان الصوت أنك تروح قلبه على صوته الدكتور كده دي برضو حاجة صعبة لكن ده بيخليني هسأل إيه هي الكوميديا من وجهة نظر حمزة والله أنا يعني الكوميديا أنا بقلق منها جداً مع أنه الحمد لله يعني بعمل كوميديا من زمان وعندي الحس الكوميديا ولكن بعمله حساب وبحب أشتغل دايماً من كوميديا الموقف اللي خارجة من الشخصية الإفهات موجود برضو نوع من نوعية الكوميديا بس أنا مش حريفي قوي يعني الشخصية هي اللي تخليني أقول يعني الشخصية لو مظبوطة خلاص أنا بقى أقول منها فده بيبقى بالنسبالي زي بره أمان كده والموقف والده اللي بيعال الكوميديا مش مجرد مش الإفهة مش الإفهة أصلاً من الناس اللي بتشوف إن الإفهة حالة زائلة جداً ومش هتدحك كل الناس وهتلاقي ممكن إفهة إفهة هن يدحكوا إفهة وإفهة تانية لأ على حسب إنما الموقف لو حقيقي يدحك هيدحك ناس كتير جداً نادرة ما تلاقي حد مش يدحك عليه إن هو مبني صح وخارج من روح الكاركتر اللي نشجل منه فهيبقى أصدق